ترأس وزير وشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري رئيس اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية اللقاء السابع عشر للجنة بحضور أعضائها من ممثلية الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات وأوضح الزعوري إن اللجنة تولي اهتمام كبير باستراتيجية الحماية الاجتماعية مؤكدا أنه منذ اليوم الأول لاجتماعات اللجنة تم الاتفاق على أن تكون خطتين للحماية الاجتماعية واحدة تمثل محافظات الجنوب والمناطق المحررة وأخرى لمناطق سيطرة مليشيات الحوثية بحيث تعكس كل منهما الواقع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها هذه المناطق كما وجه الزعوري عضاء اللجنة الاستشارية من ممثلية الوزارات والمؤسسات الحكومية رفع مقتراحات ووضع تصورات واضحة ودقيقة بخصوص خارطة الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوات لتحقيق منهجية سليمة تشمل كل تفاصيل الخارطة من بيانات وجداول ومعلومات وأحصائيات تناسب واقع المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة من جهتهم استعرضا عضاء اللجنة الاستشارية ملاحظاتهم حول مثودة تقرير الخارطة وتعديله بما يناسب الواقع الميداني في محافظات الجنوب والمناطق المحررة للوصول إلى إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية مقبول وموضوعي تستفيد منه الأجيال القادمة لخدمة المجتمع وتنميته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر